أهلاً وسهلاً بكم في بيتنا مدرسة مع الرياضيات للصف الثالث التعليم الثانوي الفني الرياضيات هي مادة شيقة وهي بتؤدي إلى اليقظة الزهنية وتدريبك في الرياضيات يساعدك على أنك تحل أي مشكلة قبلك سواء هذه المشكلة عائلية، مشكلة عامة، مشكلة صناعية الرياضيات تدربك على التفكير العلمي السليم في التصرف السليم في كل حاجة الرياضيات تدخل في جميع العلوم وتفسر جميع العلوم بشكل رياضي طبعاً محتوى منهجك اللي موجود النهاية النهايات أول حاجة تاني حاجة النهايات دي النهاية عند نقطة ونظرية النهايات والنهاية عند اللانهاية تاني حاجة بتاخدها التغير، دلة التغير والتغير ده إحنا بنستعمله في حياتنا بس إحنا مش وقدين بنا منه هتتلاقي الراجل مثلاً لو بيركب بوابة حديد، بتتلاقي إن البوابة حديد بيعمل فاصل ما بين الضرفة السبتة والمتحركة حوالي 2 ملي لأنه بيحصل فيها تغير ما بين الصيف وما بين الشيطة ولذلك إحنا بندرس دلة التغير تعالى برضو حاجة كمان بندرسها لما بتتحرك نقطة على منحنة هتتحرك نقطة على منحنة والمعدلات الزمنية كل ما الزمن بيتغير بيدينا المعدلات الزمنية اللي هو الاشتقاق تعالى برضو نشوف التغير المسافة المسافة لما تيجي تتغير بتديني سرعة والسرعة لما تتغير بالنسبة للزمن بتديني العجلة بعد كده بتدرس التكامل والتكامل طبعا التكامل هو عكس الاشتقاق بتزود القس واحد وتقسم على القس الجديد وحاجات بسيطة جدا وانت بتدرسها تعالى بقى نشوف ايه الكلام ده لما بيجي احنا بنفكر في الرياضيات فكروا ازاي في النهايات نبص لكده ونشوف بنعمل ايه لو جابنا عندنا مثلا الكمية المعينة الكمية المعينة هي الكمية اللي لها جواب معين اه او محدد تعالى نشوف مثلا لو انت اسمت اه تلاتين عد تلاتة في هالعشر يديني عدد محدد يبقى دي كده على طول مثلا قلت تمانية وعشرين على الخمسة يدينا خمسة وستة اه خمسة وستة من عشرة برضو لو جيت وبصيت وقلت اي عدد صفر على اي عدد صفر على تسعة بيديني صفر كده اعداد محدد لو انت قلت اربعة على الاتنين برضو كذلك في هالتنين لو قلت خمستاشر على التلاتة في هالخمسة وهكذا اللي بيديني كيمة معينة هو يبقى على طول كمية معينة دي لازم ان تكون عارفة في ذهنك قوي فيه كميات تانية نوع تاني من الكميات اسمها كميات غير معينة يبقى الكمية المعينة لازم ان تاخدها كمعلومة هي اللي لها قيمة محددة اسمت اي عددين مع بعض والداني قيمة الداني القيمة المعينة دي دي من الحاجات ان انت لازم ان تاخد بالك منها وتبدأ تشتغل عليها فيه كميات كمان اسمها الكميات الغير معينة زي ايه؟ كميات الغير معينة الكميات الغير معينة هي الكيمة اللي ملهاش جواب محدد او كيمة معينة تعالا بقى نشوف كده لو انا جيت قلت خمسة سفر على سفر سفر على سفر ليس لها اه معنى لا دي اسمها كمية غير معينة ليه؟ ما فيش عدد يتضرب في السفر بتاع المقام خلي بالكم خمسة في سفر هيطلع بسفر ستة في سفر هيطلع بسفر هتتلاقي مفيش كيمة معينة ده كل القيم تنفع فعشان كده مفيش كيمة محددة ديها وعشان ده بنقول انه سفر على سفر كمية غير معينة يبقى كده كل هيطلعية غير معينة اللي ملهاش جواب محدد بدليل سفر على سفر ايه العدد اللي يتضرب في سفر يديني سفر جميع الاعداد الواحد والاثنين والثلاتة والسلم واحد وسلم اتنين وثلات جميع الاعداد الحقية فعلى طول في الحالة دي انت بتيجي تشتغل عليها فملهاش كيمة معينة تعال بقى ايه تاني مالة نهاية على مالة نهاية اي عدد في المالة نهاية بيديني مالة نهاية اي عدد سلم اتنين في المالة نهاية على طول اي عدد يتدرب جميع الاعداد الحقيقية فملهاش برضو كيمة ايه محددة برضو لو مالة نهاية ناقص مالة نهاية يبقى دي الصورة اله طيب فيه كمان حاجة عاوزين نعرفها اللي هي كمية غير معرفة غير معرفة يعني ليس لها معنى اصلا تعال نشوفها كده الكمية الغير معرفة اللي ليس لها معنى تعال معي شوفت كده الكمية الغير معرفة هي الكمية التي ليس لها معنى زي ايه خمسة على الصفر ايه العدد اللي يتدرف في صفر يدينا خمسة فيه مش موجود طيب يبقى كده على طول نقول كمية غير معرفة اي ليس لها معنى طيب ليه ليس لها معنى هل في عدد يتدرف في الصفر يدينا الخمسة لا هل حاجة اي عدد يتدرف في الصفر يدينا صفر لكن ما بيديناش البسط تعالى بقى كده لو انا عملت عملية تعميم لما اجا اقول الف على الصفر الف على الصفر اقوله ليس لها معنى او كمية غير معرفة ليه غير معرفة ما فيش عدد يتدرف في الصفر يدينا الالف بس بشرط يدينا هنا شرط بقى ان الف تاخد كل الاعداد البسط ياخد كل الاعداد معدد الصفر ليه لان قبل كده احنا قيلين صفر على صفر كمية غير ايه مهينة خلاص تعالى نشوفي الكلام ده خمسة على الصفر اه كمية غير معرفة اي ليس لها معنى طيب لما نكون التعميم يبقى الف على الصفر على طول كمية غير معرفة بحيث ان الف ياخد كل الاعداد الحقيقية معدد الصفر طيب نيجي بقى لما نتكلم عن النهاية واحنا عندنا المعلومات البسيطة دي وعاوزين نوضح النهاية ليه بيطلع لها كمية غير معينة يعني انا ممكن اعينها هعمل ايه عشان اعينها طيب لو انا كمية غير معرفة اللي هي ليس لها معنى يبقى دي ما اقدرش اكمل عليها المسألة لان هي اصلا ليس لها معنى مش اكمل على حاجة ليس لها معنى المسألة تعال نشوف الكلام ده ونشوف احنا نوضح ازاي لو انا حبيت اوجد قيمة الدال دال حيث بنوضح هنا المفهوم خلي بالك لو انا حبيت اجيب قيمة الدال دال حيث دال سين بيساوي سين تربية ناقص 4 على سين ناقص 2 عنده سين بساوي 2 لما تيجي تبص للدال دي عنده سين تساوي 2 لو انا عوضت بالتنين هتطلع صفر على صفر كمية غير معينة طيب بنعمل ايه بناخد اقرب جوار للتنين باخد اقرب حدد للتنين واحد وتسعة من عشرة واحد تمانية من عشرة واحد وتلاتة وهكذا من ناحية ايه يمين واخد اعداد من ناحية الشمال اتنين وواحد من عشر اتنين واتنين من عشر اتنين وتلاتة من عشر وهكذا ونشوف الناتج بتاعنا بيطلع ازاي تعال نشوف احنا بنعمله ازاي نعوض بالتنين طلعت اتنين قس اتنين باربع ناقص اربع على اتنين ناقص اتنين يساوي صفر على صفر وقلنا صفر على صفر كمية غير معينة طب احنا عاوزين نعينها فممكن طريقة اللي اسمها الطريقة العددية الطريقة العددية دي ان انا اعوض بالاعداد اللي على يمين اللي اتنين اتنين وواحد من عشرة لما تيجي تعوض في الدلة هيطلع مقابلها اربعة وواحد من عشرة اتنين واثنين من عشرة هتتلاقي مقابلها اربعة واثنين من عشرة وهكذا لو انت بسيط لي هنا برضو واحد وتسعة من عشرة اخذ ارقام على ايد الشمال واحد وتمانية من عشرة وهيطلع الناتج تلاتة وتسعة من عشرة وتلاتة وتمانية من عشرة وتلاتة وسبعة من عشرة طب ايه اللي انت لاحزته هنا لاحزتي ايه 4 و 1 من 10 و 3 و 9 من 10 قريبة من العدد كام هتلاحظتي قريبة من العدد 4 يعني انت لو قربت 3 و 9 من 10 هيدينا ال 4 و 4 و 1 من 10 هيدينا ال 4 يبقى الناتج هيطلع كام 4 تعال نشوف الكلام ده جهة اليمين لما عوضت على طول وجهة الشمال لما عوضنا وتلقي الناتج قريب من العدد اربعة وجهة الشمال لما عوضنا وتلقي الناتج برضو قريب من العدد اربعة كل ما نقرب ناحية الاتنين العدد بيقرب من الاربعة ده كده يعني مفهوم للنهاية تعال بقى لما يكون عندك حاجة تانية التقدير البياني ايه هو التقدير البياني من الرسم البياني لنفس الدلة لو انت بصيت الدلة لما رسمناها طلعت الخط المستقيم ده مع دا عند الاتنين لان عند الاتنين فيه سقبة لو انت بصيت هنا هتتلاقي القاتي لو انا خط كيمة قريبة من الاتنين هتتلاقيها تقرب من الاربعة واي كيمة قبل الاتنين على طول هتتلاقيها برضو قريبة من الاربعة يبقى الناتج على طول كيمة النهاية بتساوي اربعة وخلي بالكو وانت بترسم انت بترسم بعد ما تختصر الدلة الكسرية اللي هي بتبقى موجودة عندنا هنا محور السينات وهنا محور الصدات وهنا واحد واثنين وثلاثة وكده ابعاد متساوية يعني كل واحد سنتي وهنا كل واحد سنتي سلب واحد وسلب اتنين وبرضو الرأسي محور الصدات واحد واثنين وثلاثة وسلب واحد وسلب اتنين وهكذا لما تيجي تاخد الكيم انا باخد الكيم بتاعت سين الكيم اللي قابل الاتنين اللي على شمال الاتنين ببص كده واللي علي مين الاتنين لو بصيت لو خدت اي اقرب جوار على الشيء يبقى قريب من الايه من الاربعة طيب لو بعدها على طول بملي على طول قتتلاقيها قريبة من ايه الاربعة يبقى الكيمة بتاعت النهاية هي العدد اه اربعة كده مفهوم يوضح لك ازاي بنعمل النهاية طبعا لما هنيجي نشرح المنهج بالتفصيل ودرس درس هيبقى في قواعد عندنا ونبدأ نتعامل معاها ونبدأ نزبط الدنيا مع بعض كده ان شاء الله ونشتغل بكل توفيق وكل ذكاء ان انت ازاي تقدر تتعامل مع المسألة والمسائل التانية تعالى بقى نشوف لما يكون مثلا عندي عدد على مالة نهاية اي عدد على مالة نهاية بيساوي صفر طب بيساوي صفر ليه وبتشتغل عليها ليه تعالى نشوف كده نهاية الدلة عند الله نهاية نشوف اتعملنا معاها ازاي عند دراسة سلوك الدلة حيث دل سين بيساوي واحد على سين لو انت جيت وخدنا سين بواحد وعشرة ومية والف وعشر تلاف لاحظ ايه لما سين كانت بواحد كانت ناتج واحد سين بواحد يبقى دل سين بواحد من عشر انا بعوض في الدلة هنا ومية يبقى واحد من مية الله 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 لو بصيت كل بألف يبقى واحد من ألف بعشر تلاف يبقى واحد من عشر تلاف وهكذا لو بصيت ان العدد بيصغر اوي 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 وبيقرب من اين؟ من الصفر بيقرب من الصفر لانا ممكن اكون قيم لغاية المالة نهاية لا نهاية احدى كتير جدا بس كل ما العدد بيكبر 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 انا بقرب من الصفر على طول يبقى على طول نهاية اي عدد على سين عندما سين تقولي المالة نهاية يبقى بيقرب بالصفر يبقى بيساوي كم؟ صفر يبقى بيساوي صفر يبقى اي عدد على المالة نهاية بيساوي صفر ادي الوضع ودي اللي انت لازم ان تكون عارفه يبقى اي عدد خمسة على المالة نهاية بكام؟ بصفر ستة على المالة نهاية بكام بصفر وها كذا تبدأ تشتغل وتعالى نشوف مثال يوضح لي كده لما بيجي لي مسألة لما بيجي لي مسألة عبارة عن مقدار في البسط ومقدار في المقام وطالب مني النهاية عندما سين تقولي إلى المالة نهاية طيب بعمل فيها ايه عندما سين تقولي المالة نهاية بقسم البسط والمقام بشوف المتغير بتاع المقام وقسم على المتغير مرفوع اللي موجود في المقام مرفوع لأكبر قوة لأكبر قصة تعالى نشوف ونشوف بنعملها ازاي بيقول لك وجهة نهاية سين قصة اربعة زائد تلاتة سين مع قصة اتنين على خمسة سين قصة اربعة زائد تمامة عندما سين تقول لما لا نهاية نقرأ كده المقدار اللي في المقام ايه خمسة سين قصة اربعة المتغير الرمز اللي موجود سين قصة اربعة وهو اكبر قص موجود في المقام يبقى هأسم البسط والمقام على سين قصة اربعة لما تقسم دي على سين قصة اربعة يدينا واحد لما تقسم ثلاثة سين على سين قصة أربعة يدينا ثلاثة على سين قصة أربعة ولما تقسم ثلاثة على سين قصة أربعة هي ثلاثة على سين قصة أربعة لما تقسم الخمسة سين قصة أربعة على سين قصة أربعة يدينا الخمسة لما تقسم الثمانية على سين قصة أربعة هي ثمانية على سين قصة أربعة تعال نشوف النواتج بتاعتها تبقى عاملة ازاي في الحل اهي يبقى هنا على طول واحد وهنا ثلاثة على سين قص ثلاثة نقص اتنين على سين قص اربعة وهنا خمسة سين قص اربعة على سين قص اربعة يبقى خمسة زائد تمانية على سين قص اربعة طب لما تيجي تعود بمالا نهاية يبقى هنا مالا نهاية قص ثلاثة هي مالا نهاية يبقى ثلاثة على مالا نهاية لما تيجي تشوف واحد زائد ثلاثة على مالا نهاية زائد اتنين على مالة نهاية على خمسة زائد تمانية على مالة نهاية تلاتة على مالة نهاية بصفر واتنين على مالة نهاية بصفر وتمانية على مالة نهاية بصفر يطلع يساوي الناتج واحد زائد صفر نقص صفر على خمسة زائد صفر بيساوي واحد على خمسة يبقى أنا لما أجي بشتغل أي مسألة أنا بحط سين نهاية سين تقول المالة نهية بقسم على أكبر قس خلي بالك بالمتغير بتاعه اللي موجود في المقام يبقى المتغير المرفوع لأكبر قوة موجودة في المقام بقسم البسط والمقام عليها مش عاوزك أن أنت تعصب نفسك المسألة سهلة جدا تفكير عادي جدا وده من الحاجات اللي بيخلينا اللياقة الزهنية عندنا عالية أول تعالى نشوف كمان لو أنا جيت عندي اتغير مقدار التغير اللي هو مثلا لو أنا جبت حتة حديدة الصيف بتتغير عن الشتاء بتتغير قد بتزيد واحد ملي أو أنا سخنتها فهتزيد واحد ملي فالتغير اللي بعد ما زادت ناقص التغير قبل الزيادة يبقى دي اسمه مقدار التغير يبقى لو أنا جبت حتة حديدة مثلا عشرة سنتي وجيت سخنتها تبقى عشرة واثنين من عشرة فساتة اتنين ملي فهي يبقى على طول عشرة واثنين من عشرة ناقص العشرة يديني دي مقدار التغير الحتة اللي زادتها تعالوا نشوف في الكلام ده لما يبقى فيه عندها دلة ودلة تتغير قالك في الحالة دي مقدار التغير نشوف مع بعض مقدار التغير بيساوي دال سين اتنين ناقص دال سين واحد طيب يبقى هنا لو عندي سين اتنين خلي بالك بسين اتنين بيساوي سين واحد زاد هي يبقى شيل سين اتنين وحط مكانها سين واحد زاد هي ناقص دال سين واحد ويبقى دي اسمها دلة التغير تاني مقدار التغير اذا تغيرت سين السين واحد الى سين اتنين يبقى سين اتنين ناقص سين واحد هي مقدار التغير ومنها بجيب سين اتنين بيساوي سين واحد زائد هي طيب دلة التغير دل تساط بيساوي دل سين اتنين نقص دل سين واحد انا عاوز اخليها في متغير واحد في سين واحد طيب روح تريح هنا سين اتنين بيساوي سين واحد زائد هي سين واحد زائد هي اشيل سين اتنين وحط ما كانها سين واحد زائد هي يبقى دل سين واحد زائد هي نقص دل ايه سين واحد دي اسمها دالة التغير لو احنا ثبتنا سين واحد يبقى ته هي بيساوي دال سين واحد زاد هي ناقص دال سين واحد يبقى هي دي اسمها دالة التغير اللي بيبدأ يتغير عندها ويجي مثلا يطلب مني مثال كده عشان نوضح اللي احنا بنقوله اذا كان دال سين بيساوي سين قس اتنين ناقص تلاتة سين فاوجد دالة التغير ته عندما سين بيساوي واحد ثم اوجد ته واحد من عشر بسم الله ما شاء الله تعال كده تشوف احنا بنعملها زي احنا عندنا قانون دالة التغير لسه ايلينا دالة التغير بيساوي ايه ته هي بيساوي دال سين واحد زاد هي ناقص دال سين واحد تعال نشوف الكلام ده اهو الحل سين بيساوي سين واحد بيساوي واحد يبقى هنا على طول حطينا الواحد دال واحد زاد هي ناقص دال واحد طب هي دي ايه مجتر التغير الحتة الصغيرة اشيل مكان السين اللي في الدالة اللي مدها لي احطه مرة اعوض بواحد زاد هي تعال واحد زاد هي تربيه مكان السين ناقص تلاتة سين يبقى تلاتة في واحد زاد هي طيب ناقص اشيل خلاص خلص اصطمد دي ناقص هي حطتها اشيل السين وحط ما كانها واحد يبقى واحد قسي اتنين ناقص تلاتة سين يبقى تلاتة في واحد تعال نصفيها واحد في واحد بواحد زاد الاول في التاني في اتنين زاد مربع التاني اللي هو هي تربيه ناقص تلاتة في واحد بسالب تلاتة سالب تلاتة فيه بسالب تلاتة هي وناقص على طول واحد في واحد بواحد ناقص تلاتة في واحد بتلاتة واحد ناقص تلاتة يدينا سالب اتنين مضروبة في السالب اللي قدامها تعال هنصفي هنبسط لما تيجي تبسط اتلاحظ ان كل الحدود اللي ما فيهاش هي بتشار تعال نشوف كده واحد ناقص تلاتة يدينا سالب اتنين وهنا موجب اتنين راحوا مع بعض واتنين هيه نقص ثلاثة هيه يدينا سالب هيه وهنا هيه تربية يبقى دي اسمها الدلة التغير هو عاوز ته واحد من عشر يبقى اشيل اله مقدار التغير وحط مكانه واحد من عشرة يبقى واحد من عشرة كل تربية نقص واحد من عشرة يدينا سالب تسعة من مية هنا وضع لما دلة اتغيرت والدلة لما تغيرت وضحت منها ان مقدار التغير قد ايه وبتبدأ تشتغل هو مديني مقدار التغير واحد من عشرة بعد ما جبتها رحت معه بواحد من عشرة ويداني الناتجة على طول ناخد مثال كمان اللي دلة التغير وهي بتتغير تعال نشوف في الكلام ده اهو كامرين كمان بيقولك اوجد دلة متوسط التغير الله ده انت قلت دلة التغير اه متوسط التغير هي نفسها دلة التغير بس اقسم على هه ثم احسم متوسط التغير عندما تتغير سين من ثلاثة الى ثلاثة وواحد من عشرة طيب دلة التغير لو اسمتها على هه بيديني متوسط التغير متوسط التغير لو خدت النهاية لو خدت النهاية عندما هيه تقول للصفل للمتوسط التغير بيديني معدل التغير تاني دلة التغير لو قسمتها على هيه يبقى يديني دلة جديدة قالص اسمها متوسط التغير لو جيد خدت النهاية بتاعة yep, متوسط التغير خدت النهاية بتاعة我不وسط التغير عندما هيه تقول للصفل يبقى على طول ده اسمه معدل التغير تعالى لما بتجي تشوفي المسألة اللي هنا اللي موجودة معنا بيقولك ايه بالدالة متوسط التغير للدالة دال حيث دالة سين بيساوي تلاتة على سين ناقص اتنين ثم احسب متوسط التغير عندما تتغير سين من آآ تلاتة إلى تلاتة وواحد ايه بين عشر تعالى نشوفي الكلام ده يبقى مقدار التغير هنا ايه تلاتة وواحد من عشر النقص تلاتة هيدينا واحد من عشر خلي بالك من اللي احنا بننتبه ليه متوسط التغير دال سين واحد زائد ايه نقص دال سين واحد لاحظت ان البسط اللي هو ايه دالة التغير على ايه يبقى اصبحت متوسط التغير اشيل السين وحط سين واحد زائد ايه تعال اهو شلت السين وحطيت مكانها سين واحد زائد ايه نقص اتنين هنا ناقص ده لسين واحد يبقى على طول أشرت السين وحطت ما كانها سين واحد يبقى سين واحد ناقص اثنين ده كله على كام؟ على هي تعال انوحد المقامات لما انت توحد المقامات هنا المقام تضربه في المقام واضرب الطرفين ثلاثة في سين واحد بثلاثة سين واحد ثلاثة في سلب اثنين بسالب ستة وهكذا اهو اضربت المقام في المقام ثلاثة في سين واحد بثلاثة سين واحد ثلاثة في سالب اتنين بسالب ستة وهنا ثلاثة في سين واحد بسالب ثلاثة سين واحد ليه؟ لأن السالب مع البسط سالب ثلاثة في هيه بسالب ثلاثة هيه وسالب ثلاثة في سالب اتنين بموجب ستة وهنا المقام يتضرب في المقام كل دول على كام؟ على هي تعال امبسط لما نيجي نبسط هتتلاقي ثلاثة سين واحد راحب مع سالب ثلاثة سين واحد وهنا سالب ستة تروح مع موجب ستة هيبقى عندي سالب تلاتة هي على هي في ده كله فشطط اله مع اله يديني سالب تلاتة على سين واحد ناقص اتنين في سين واحد زائد هي ناقص اتنين دي متوسط التغير طيب قال لي عندما تتغير سين من كام من تلاتة الى تلاتة واحد من عشر يبقى مقدار التغير واحد ايه من عشر يبقى ميم واحد ايوة يبقى ميم واحد من عشر اشيل السين وحط مكانها واحد من عشر يبقى تلاتة ناقص اتنين السين واحد بتلاتة خلي بالك سين واحد بتلاتة وهيه بواحد من عشر يبقى هنا تلاتة زائد واحد من عشر ناقص اتنين وهنا تلاتة ناقص اتنين ويتطلع الناتج يطلع الناتج عندك سالب ثلاثة سالب ثلاثين على حد عشر تعال بقى كده الحاجة التانية لو جي قالك الاشتقاق الاشتقاق لما بنيجي نتكلم عنه هو المتغير بيتغير الرمز بيتغير القص بتاعه القص نضربه في المعامل ونترح منه واحد القص نضربه في المعامل ونترح منه واحد طيب الاشتقاق لي كواحد اول حاجة لما يكون المتغير قص وانا هاشتقي بالنسبة لهذا المتغير القص بضربه في المعامل واطرح منه واحد طيب الحاجة التانية اعمل ايه لو دلتين مضربين في بعض هقولوا الاولى في مشتكة التانية زائد التانية في مشتكة الاولى طيب طب لو كان الكسرية في متغير فوق ومتغير تحت اقول المقام في مشتكة البسط ناقص البسط في مشتكة المقام على مربع المقام تعالى نشوف الكلام ده ونشوف احنا هنعمل ايه وان شاء الله ربنا هيوفقنا ونشوف اللاسم بيقولك اوجد البشتقة الاولى لكل مما يأتي المشتكة الاولى ساط بيساوي سين تكعيب ناقص 6 سين تربيع زائد 8 سين زائد 6 اجيب المشتكة الاولى اللي هو سات شرط القس هنا اضربه في المعامل 3 في 1 بتلاتة سين واطرح منه واحد يبقى قس 2 ناقص 2 في 6 بتناشر سين اطرح منه القس 2 واحد يبقى سين قس واحد زائد الله 8 ليه؟ لان واحد في 8 بتمانية سين قس واحد ناقص واحد بصفر سين قس صفر بكام بواحد فعشان كده لما يكون عندي حاجة من الدرجة الاولى اي حد من الدرجة الاولى بياخد المعامل اللي يبقى المشتكة بتاعها طيب ده مشتكتها بكام العدد السابت بصفر طب بصفر ليه؟ لان دي معناها ستة سين قس صفر يبقى صفر في ستة بصفر سين قس سالب واحد يبقى صفر في اي حاجة بايه؟ بصفر تعال الكلام ده هنشوفه اهو الحل المشتكة صد شرطة بيساوي تلاتة سين قس اتنين ناقص اتناشر سين زائد تمانية اه دي كده المشتكة خلصت تعالى لرقم اه اتنين عاوز المشتكة الاولى اللي دي كده صاب بيساوي سين قس تمانية زائد واحد على سين قس تمانية هنا بنبسط تعالى بقى لما نيجي نبسط الحاجة اللي زي كده ازاي صاب بيساوي سين قس تمانية واللي في المقام دي لما طلعه فوق اغير اشارته القس يبقى سين قس سالب تمانية نجيب المشتكة بتاعتها الاولى تمانية سين قس سبعة وهنا سالب تمانية في واحد يبقى سالب تمانية سين قس سالب تسعة يبقى كده لاني ايه لو بصيت القس تمانية دربته في واحد وترحت منه واحد لما تيجي سالب تمانية تدربه في المعامل يبقى سالب تمانية سين سالب تمانية تطرح منها واحد يبقى سالب كام تسعة تعالى نشوف برضو حاجة كمان من ضمن التطبيقات اوجة قياس الزاوية للمشتكة هنا في تطبيق اوجة قياس الزاوية التي يصطعها المماس للمنحنة صعب بساوي سين تجعيب نقس سين تربيع نقس تمانية عند النقطة واحد وسالب تمانية طيب لما يقول لك اوجة قياس الزاوية اللي انت بيقى بتشتغل على اساسها تبدأ تعمل ايه لما يقول لك اوجة قياس الزاوية اول حاجة بجيب المشتكة الاولى وبعوب بالاحداثي السيني بجيب المشتكة الاولى بعوب بالاحداثي السيني هو دي المير ظل الزاوية هو بيساوي المير يبقى يطلع عندي الزاوية يبقى شفتي تان كيمة الميل اللي موجودة طيب ايه زل الزاوية هو لما بيقولك اوجي كياس الزاوية التي يصنحها اي زاوية اللي يصنح مع الاتجاه الموجب لمحور الصنات تعرف ان هي دي زاوية الميل زل الزاوية اللي على طول اللي مصنوعة مع الاتجاه الموجب لمحور صنات هي دي زاوية ميل ماشي عاوز ارقاش تعال نشوف حل التمرير بيقولك ايه فيه بيقولك الاتجاه الحل جبت المشتقة الاولى تلاتة سين قص اتنين ناقص تلاتة سين عود بالاحداث السيني في النقطة النقطة واحد وتمانية الاحداث السيني بواحد يبقى تلاتة في واحد قص اتنين ناقص اتنين في واحد بيساوي كام بيساوي واحد يبقى الميل بيساوي واحد تعال نشوف هنا زاهر بيساوي واحد يبقى بالالة الحسبة بتاعتي قياس زاوية شفت تان واحد يطلع الزاوية بخمسة واربعين اولاتين جبت المشتقة الاولى تلاتة سين قص اتنين ناقص اتنين سين وبعدين عوضنا بالاحداث السيني لما تعوض بالاحداث السيني هيطلع كيمة الميل ظل الزاوية بيساوي الميل اذا قياس زاوية تي شفت تان واحد يطلع القياس الزاوية اللي مطلوبها ده من ضمن التطبيقات على المشتقات تعال نشوف تطبيق تاني ونشوف احنا بنعمل ايه التمرين ده التمرين راح فاجئني بيه بيقول لي ايه اذا كانت صاد بيساوي سين تربيع ناقص تلاتة ادي كوس كوس التاني اتنين سين زايد واحد اوجد دال صاد على دال سين عند سين بيساوي واحد الله ده دي كده هنا كوسين مضروبين في بعض دالتين مضروبين في بعض يبقى انا لما جيب المشتقة الاولى بتاعتهم يبقى الاولى في مشتقة التانية زايد التانية في مشتقة الاولانية تعال كده نشوف الكلام ده تاني احنا خدنا كواعد الاشتقاق لما يكون حاصل ضرب دلتين الاولى في مشتكة التانية زائد التانية في مشتكة الاولى باجي بعمل ايه انا خليني ناصح مش احفظ القانون هكتب الاولانية مرة واقوم مشتكة التانية زائد اكتب التانية مرة واشتكي الاولانية بس خلصت انه بس صدق واذا المسألة اللي هيصل هنا اقول الاولى في مشتكة التانية زائد التانية في مشتكة الاولى وعود بالكيمة السين اللي هو طالبها لي وخلاص خلصت المسألة بسيطة ادي كده من ضمن الحاجة تعال نشوفها كده الحل بتاعنا الحل بيقولك ايه فيه دل صد على دل سين ادي الاولانية كتبتها سين تربيع نقص ثلاثة في مشتكة التانية اتنين سين بكم باتنين مشتكة الواحد بصفل زائد التانية كتبتها اتنين سين زائد واحد في مشتكة الاولانية اتنين سين عود بقى عن سين بكم بواحد تيجي تعود عن سين بواحد طبعا احنا الاول ضربنا اتنين في سين تربيع باتنين سين تربيع اتنين في سلب ثلاثة بسلب ستة وهنا اتنين سين في اتنين سين باربعة سين تربيع اتنين سين في واحد باتنين سين هنا 2 سين تربية و4 سين تربية يبقى 6 سين تربية زائد 2 سين ناقص 6 عوض عن سين بواحد يبقى على طول 6 زائد 2 ناقص 6 يدينا على طول الناتج بتاعنا اللي هو 2 6 زائد 2 8 ناقص 6 يدينا اللي 2 دي من ضمن الحاجات تعالى برضو نشوف تمرين تاني بس كل العملية ان عندنا التطبيق اللي احنا طبقناه اللي هو ايجاد قياس الزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الموجب لمحور السينات الاول حاجة بجيب المشتقة الاولى بعوض بالاحداث السيني الناتج بيسمى الميل اذا هي بيساوي الميل يبقى على طول shift 10 ويطلع الناتج على طول كياس الزاوية اللي ايه المطوبة نيجي للحاجة التانية اللي احنا بنعملها لو جينا نشتغل على جاب لي مسلا مسألة حاصل ضرب دلتين زي اللي موجودة عندنا ده حاصل ضرب دلتين فاول الاولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الاولى على اه وبعدين نبسطها وبعدين نعود بالاحداثي اللي هو طالب يلا قال لي عنده سين بيساوي مثلا الف بقى عود عن سين بالف عنده سين بيساوي اتنين بقى عود عن سين بيساوي اتنين وهكذا العملية بسيطة وليس فيها اي مشكلة خالص اه منهجك بسيط جدا ان شاء الله عشان يعني احنا انا بمهدي بنعيد عليه بسرعة كده بديك فكرة عنه تعالى نشوف كمان اه تطبيق من التطبيقات اللي موجودة عندنا اه معادلة المماس والعمود لنا تعليق خفيف على معادلة المماس والعمود ايه هو التعليق بتاعنا ان هنا لما تيجي يترب منك معادلة المماس والعمود اول حاجة لازم ان النقطة تكون كاملة يعني ايه النقطة تكون كاملة يعني زوج مرتب سين وصاد بعد كده تجيب المشتقة الاولى وتعوب بالاحداث السيني الناتج اسمه ايه الميل وتقوم مطبق للقانون بقى ساد ناقص ساد واحد بيساوي ميم في سين ناقص سين واحد اه دي معادلة المماس طب معادلة العمود ساد ناقص ساد واحد بيساوي سالب واحد على ميم في سين ناقص سين واحد ليه لو عندك الميل بميم يبقى الميل العمودي سالب واحد على ميم بقلب المقام بسط والبسط مقام وبغير الاشارة نوضح حلق اكتر لو الميل باتنين على تلاتة يبقى الميل العمودي سالب تلاتة على اتنين خلاص تعالى بقى احنا في تطبقنا ده نشوف الكلام ده ونعبر عنه جه قال لي ايه اوجد معدلة المماس والعمود المنحنى صاد بيساوي واحد على سين عنده سين بيساوي واحد تعالى نشوف الكلام ده ونشوف احنا بنعمله ازاي نوجد الاحداث الساطر ده الواحد يطلع بواحد يبقى هنا صاد بواحد وسين بواحد يبقى النقطة اصبحت واحد وواحد تنتمي نجيب المشتقة الاولى وجدنا المشتقة الاولى واحد على سين خلي بالكم ده الا كسري يبقى المقام في مشتقة البسط المقام اللي هو سين مشتقة البسط واحد مشتقة الواحد بصفر يبقى سين في صفر ناقص البسط اللي هو واحد في مشتقة المقام مشتقة السين واحد يبقى واحد في واحد يبقى سين المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام اللي هو المقام اللي هو سين في مشتقة البسط مشتقة الواحد اللي هي صف ناقص البسط اللي هي واحد في مشتقة المقام مشتقة السين اللي هي واحد على مربع المقام مربع السين يبقى سين في سين بسين تربية تعال نشوف كده دي بيدينا سالب واحد على سين ايه تربية نعوق بالإحداث السيني يطلع ايه ده الشرطة واحد بيسوي سالب واحد هو ده الميل طب الميل العمودي خلي بالك يبقى بواحد على طول بتقلب المقام بسط والبسط مقام ما هي دي سالب واحد على واحد قلبها يبقى واحد على واحد تعال نشوف كده يبقى معلد المماس صاد نقص صاد واحد بيسوي ميم في سين نقص سين واحد صاد بيكام بقى صاد واحد بيكام بواحد ويساوي سالب واحد في سين نقص سين واحد بيكام بواحد يبقى صاد نقص واحد بيساوي سالب واحد في سين بسالب سين سالب واحد في سالب واحد بموجة بواحد يبقى معلدة المماس ايه صاد زائد سين نقص اثنين نفس الكلام معادلة العمود معادلة العمود صاد ناقص صد واحد بيساوي الميل العمود اللي هو بواحد احنا متفين في صد ناقص صد واحد بيساوي واحد في صد ناقص واحد يبقى صاد ناقص واحد بيساوي صد ناقص واحد فممكن على طول السلب واحد راح مع السلب واحد يبقى صاد بيسوي سين أو صاد ناقصين بيسوي صفر هو دي معلّة العمود يبقى هنا لما تيجي تشتغل يقول لك يوجد معلّة المماس والعمود أول حاجة بنعمل إيه؟ نشوف النقطة كاملة ولا لأ؟ لما نشوف النقطة كاملة يبقى على طول بنبدأ نشتغل نجيب المشتقة الأولى ونعوب بالإحداثي السيني لما عوب بالإحداثي السيني الناتج اسمه الميل نبدأ نطبق في قانون صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد بيسوي الميل أو صاد ناقص صاد واحد بيسوي ميم في سين ناقص صاد واحد هي ويا هي ونبدأ سين واحد وصاد واحد اللي هي النقطة اللي موجودة عندنا والميل موجودة عندنا وبتبدأ نعوب فيها تعويض مباشر ونحط على صورة القانون أما معلّة العمود أتبقى صاد ناقص صاد واحد يدينا سلب واحد على الميل في سين ناقص صاد واحد في سين ناقص صاد واحد ونعوض عن صين واحد وصاد واحد وعندنا الميل العمودي ونعوض فيهم ونخليها معادلة عندنا معلّة العمود بكده إخنا أخذنا إزاي بنقبل نصرف في النهاية عند نقطة إزاي بنقدر الاشتقاق إزاي لما حاجة بتتغيّر بنتعامل معاها إزاي بتعمل ياقة زهنية وياقة زهنية الرياضيات مادّة شيقة جدا 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 مادّة تعمل اقتصاد مادّة بتدخل في جميع العلوم اللي موجودة على وجه الأرض أي أمة بدون رياضيات فهي أمة تتخلف إلى الخلف لما حبّت دولة من الدول العظمى أنك لقيت إن اقتصادها نزل شوية طورت منهج الرياضيات الخاص بها وأصبحت هي من الدول العظمى لذالت وهو متقدمة جدا تكنولوجيا لأن الرياضيات هي عصب كل حاجة تعال نشوف كمان هنا حاجة اسمها دلة الدلة دلة الدلة بيقولي إيه؟ إذا كانت صاد بيساوي عين قص خمسة عين قص خمسة والعين بيساوي سين تربع زائد اتنين سين زائد واحد أوجد قيمة دال صاد على دال سين عندما سين بيساوي سفر هنا لما تيجي تشوف المسألة الله ده جاب لي دلة في المتغير عين وجاب لي عين في المتغير سين والروح جايب لي دلة عاوز اشتقاك الدلة بالنسبة لسين الله يبقى أنا هنا أدخل الدلتين دول في بعض بقى لحظت إيه؟ إن ممكن أشيل العين وحط مكانها الكيمة بتاعتها المقدار بتاعها اللي هي سين تربع زائد اتنين سين زائد واحد أحطه هنا يبقى في الحالة دي لما أجي أحطه لأضع ديه مكان ده بقت في متقساط في متغير إيه؟ سين وريح دماغه وبقت مشتقت الدلة القسية مشتقت الكسر كوس قس عادة يبقى مشتقت كوس في مشتقت ما بداخله كوس يبقى هنا مشتقت كوس قس عادة يبقى مشتقت كوس في مشتقت ما بداخل الكوس تعال نشوفي الكلام ده ونشوف إحنا بنعمله إزاي الحل هنا عين قس خمسة شلت العين وحطيت المقدار الجبري بتاعها اللي هو إيه؟ سين تربية زائد اتنين سين زائد واحد كل قس خمسة طب لما نيجي نشتق ده الصاد على ده السين دي اللي هي الصاد يعني عين قس خمسة اللي هي بيسوي الصاد يبقى ده الصاد على ده السين بيسوي مشتقت الكوس خمسة في واحد بخمسة واجتب الدلة زي ما هي سين تربية زائد اتنين سين زائد واحد قس كام أربعة في المشتقت اللي جوه كوس اتنين سين زائد اتنين تعال اتنين في واحد باتنين سين زائد اتنين في ده خمسة في اتنين بعشرة عنده سين بقى بيسوي خمسة في اتنين بعشرة وخمسة في اتنين بعشرة يعني خمسة في اتنين سين بعشرة سين زائد خمسة في اتنين بعشرة عمومي تعود عن سين بصفر هيطلع هنا صفر قس 2 زائد صفر زائد واحد وكل قس اربعة مضروبة طبعا في الخمسة وهنا اتنين في صفر زائد اتنين يطلع الناتج في النهاية بيساوي عشرة دي دلت الدلة يبقى انت تعود نفسك لما يجيب لك دلتين صاد دلة في العين وعين دلة في السين يبقى تشيل العين وتريح دماغك وتحط المقدار بتاعها اللي هو المتغير اللي في السين المقدار بتاعها اللي في السين وتيجي تشتق هتبقى دلة عادية قوي دلة دية هتطلع دلة كثيرة الحدود قوس السعادة يبقى مشتكت القوس في مشتكت ما بداخل القوس يبقى كده خدنا قواعد الاشتقاق بدون ما تشهر بطبيقات عادية قواعد الاشتقاق اللي احنا خدناه اول حاجة لما يكون الرمز قوس عدد المتغير قوس عدد العدد نضربه في المعامل ونطرح منه واحد لما يكون عندي قوسين او دلتين مضربين في بعض يبقى الاولى في مشتكت التانية زائد التانية في مشتكت الاولانية تعالى برضو تلاتة لما يكون دلة كسرية كسيرة الحدود كسرية يبقى المقام في مشتكت البسط ناقص البسط في مشتكت المقام على مربع المقام طيب بعد كده خدناه ايه لما يكون عندي قوس كسيرة الحدود داخل القوس والسعادة يبقى مشتكت القوس في مشتكت ما بداخل القوس استفادنا من ده في ايه بعض التطبيقات اللي كانت موجودة عندنا ايه هي؟ اول تطبيق طبقناه اللي هو قال لي اوجد قياس الزاوية عشان اوجد قياس الزاوية بجيب اولا المشتكة الاولى ولما اشتك وعود بالاحباس السيني الناتج هو الميل يبقى ظل الزاوية بيسوي الميل يبقى قيمة الميل ده هقول شيفتي تان قيمة الميل بيديني قياس الزاوية اللي موجودة عندي اه بعد كده طبقنا في معدلة المماث والعموت معدلة المماث بجيب المشتكة الاولى اه بعد ما يجيب المشتكة الاولى بس قبل اي حاجة انا اشوف في المسألة مديني النقطة كاملة ولا لا؟ يعني احيانا بيديني الاحداث السيني فلما بيديني الاحداث السيني فانا على طول بقوم عامل حاجة تانية خالص هجيب بالاحداث الصادية الاول وحل مسألتي عليها خطوات الحل ايه؟ هجيب المشتكة الاولى عوّب بالاحداث السيني الناتج اسمه الميل واقول اطبق في القانون صاد نقص صاد واحد بيساوي ميم في صين نقص صين واحد اه معادة العمود صاد نقص صاد واحد يساوي سالب واحد على الميل في صين نقص صين واحد احنا لما بنجي نشتغل بنبقى عارفين احنا بنحاول ان احنا نطور ذهننا نحاول نفكر في اكتر من حاجة في وقت واحد عشان كده الرياضيات مادة هامة جدا 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 صاد بيساوي سين تكعيد نقص ستة سين تربيع زائد خمسة اه التي يكون المماس عندها موازن المحور السيني اه طبعا لما نيجي مثلا حاجة زي كده الحل التاحها بسرعة اه اول حاجة باجيب الدلة وبكتبها المماسي هو ازي محور السينات يبقى الميل بيساوي سفر يبقى المشتقة الاولى بتاعتها بتساوي سفر اول لما نطلع نحلل ونطلع كيام سين تطلع بسين بسفر وسين بكام بأربعة اه نيجي مثلا هنا نعوض في واحد هيطلع سين بسفر يصادة تطلع بخمسة ولما عوض بالقيمة التانية يبقى عندي سفر وخمسة لما عوض بسين بأربعة هتطلع صاب بسالب سبعة وعشرين يبقى النقطة اللي هي أربعة وسالب سبعة وعشرين يبقى النقاط الواقعة على المنحنة في الحالة دي صفر وخمسة واربعة وسالب سبعة وعشرين بكده إدنا نحاول ان احنا نديك فكرة عن المنهج ككل وطبعا أثناء الشرح كل حاجة كل درسة يكون على حدة بدقة وببساطة بحيث تتناسب معك وان شاء الله إلى حلقات قادمة ومزيد من التفاوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته